نوصل لمشور هذا الصباح ونستضيف في مساحة حرة رسالة من فلسطين وضيف يأتينا من فلسطيني عاطف الدكتورة سمح جبر صباح الخير دكتورة سمح أهلا وسهلا صباح الخير وسعادة بك في منتقار الدولية وأنا أسعد يعني نادر ما نستضيف يلا سيمان نومسي شكرا يا سيدة ميدين يلا 1 2 3 ألغمتنا بدي هلا من 3 لصفر سمح سمح النور يلا تفضل أنت الآن لا عرفي 1 2 3 طوال يقلع أسكت مساحة حرة اليوم نخصصها لضيفة واسم أتانا من فلسطين هذا الصباح الدكتورة والطبيبة النفسية ورئيسة خدمات الصحة النفسية الحكومية في الضفة الغربية عاطف سمح جبر موجودة معنا بالأستوديو صباح الخير أستاذة سمح جبر أهلا وسهلا صباح الخير يعني فعلا نادرا ما نستضيف طباء نفسيين يهتموا بالصحة النفسية وخاصة من الدول العربية سعداء أولا بوجودك معنا في الأستوديو وأنا أسعد طيب على فكرة سمح جبر هي وراء الجبهة أو وراء الجبهات هنا ربما تحاليل وتفاصيل كثيرة في هذا الكتاب الموجود أمامكم مستمعين دغيير لفخون وراء الجبهات والذي يعني هناك جزء منه في فيلم يحمل نفس وهو فيلم طويل يحمل نفس الاسم دغيير لفخون بداية سمح جبر أنت وراء الجبهات كيف تعيشين كيف تعيشين التفاصيل نفسيا سياسيا وما إلى ذلك يعني باختصار في سمح المرأة الفلسطينية التي تعيش تحت الاحتلال وتشارك جميع الفلسطينيين ذكورا وإناثا هذه التجربة وفي أيضا سمح جبر الطبيبة النفسية التي تحاول أن تلقي بالضوء على الوضع الفلسطيني وتنقله إلى الخارج وتستخدم أيضا ما تعلمته وما تعرفه بالطب النفسي لفهم الظواهر الموجودة في فلسطين وفهم ماذا يحصل هناك باختصار الاحتلال هو ليس فقط احتلال الأرض والمصادر الفلسطينية وهي أيضا حرب على التكوين النفسي الفلسطيني بحيث أن يصبح الشخص الفلسطيني ظل للذات غير قادر على الاعتراض أو مقاومة احتلال الأرض طيب قبل أن نخوض عن تجربة هذا الكتاب وتجربة أيضا هذا الفيلم الذي خرج عن هذا الكتاب وسنتحدث أيضا عن إخراج هذا العمل والمخرجة موجودة معنا داخل السيطات المتكاردولية سنستمع لمقطع من هذا الفيلم ونعود لكي سازا سمع موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 الجبهات بداية سأطرح عليك سؤال من بين اسئلتك دكتورة سماح جبر قلت في هناك مكتوب امامي يعني مكتوب علي هذا السؤال بالفرنسي يقول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ماذا عن الخوف الاسرائيلي ومن جهة ثانية الكره الفلسطيني نفسيا يعني كيف تقرأين هذه الاسئلة وهنا تجيبين عن هذا هذا ما يناقش هذا المقال صحيح انه من ضمن الاذاء الكبير الذي يلحق بالفلسطينيين هو نزع الصفة الانسانية عنهم وبنفس الوقت منحها للإسرائيليين نعم وذلك يعني من صنع الادوات الاعلامية الغربية فعلشان هيك احنا بنسمع كتير مرات الادارة الامريكية تقول اه الفلسطينيين يعني طريقتهم كيف بيفهموا الاشكالية الفلسطينيين يجب ان يتوقفوا عن الكراهي بينما نسأل دائما عن الخوف الاسرائيلي نعم وما هي الحلول التي يجب ان يقترحها الفلسطينيون لطمأنة الاسرائيليين عن خوفهم المقال يناقش كل حيثيات هذا السؤال طبعا السؤال عن الخوف هو يأنسن الاسرائيليين والسؤال عن الكراهية كراهية الفلسطينيين هو يشيطن عفوا السؤال عن خوف الاسرائيليين يأنسنهم يأنسنهم والسؤال عن كراهية الفلسطينيين تشيطن الفلسطينيين والحقيقة المقال يجيب بالآخر المقال يجيب أن الخوف الذي يشتكي منه الإسرائيليين هو الخوف الذي يسقطونه على الفلسطينيين هو الخوف من عدوانهم ووحشيتهم التي يتوقعون ارتداد صدى من الفلسطينيين تجاههم الحقيقة لا يوجد احتلال ولا استعمار في الدنيا اللي بيتأسس إلا بالكثير من العنف فالعنف الأصلي هو عنف المحتل والمستعمر وليس عنف العنف الارتداد للشعب المستعمر أو المحتل طيب يعني أستاذ سماحة جبر نتابع دائما تقارير اليونسيف وتقارير الأمور عن الأوضاع النفسية بالنسبة للأطفال أطفال فلسطينو هم الأجيال القادمة التي ستجابه تحديات ربما أكبر من التحديات التي جابهتمها أنتم الآن بعد سنوات الشباب لماذا؟ لأن هناك تغيرات كثيرة على الخارطة الآن بعد احتراف ترامب بالغدس وبعد يهودية الدولة الإسرائيلية الآن يعني الأجيال القادمة هي أجيال متضررة نفسيا ويعني خاصة أن نسمع تغارير عن أطفال غزة عن أطفال الضفة الغربية يعني شيء مرعب وهناك صمت لا أسميه مؤامرة هناك صمت دولي أنت كالذي يحارب أو كالذي يحمل معول ويضرب به الجبل دعنا نضع الأمور في السياق الطبيعي لها نعم هناك الكثير من التقرير التي تشير عن زيادة انتشار الأمراض النفسية لدى الفلسطينيين فمثلا اليونسيف بعد العدوان على غزة بالألفين واربعطاش قالت أنه في ما يقارب أربعمائة ألف طفل فلسطيني بحاجة للمساعدة الحقيقة أن الفلسطينيين الأطفال هم تقريبا نص المجتمع الفلسطيني واحد واربعين بالمئة بالضفة وسبعة واربعين بالمئة بغزة الأطفال هم عرضة أكتر للإيذاء النفسي لأنه آليات الدفاع لم تطور لديهم لم تتطور بشكل كافي كذلك هم في مرحلة تطورية لسه بيتشكل فيها عائلهم وكيانهم النفسي وكذلك أيضا لأنه الأطفال وبالتحديد المراهقين هم في مرحلة أكثر هشاشة نفسية لأنه هم اندفاعيين يعني إمكانية أنه يردوا على الاستفزاز أكثر من البالغين البالغين بيقدروا يسيطروا على أنفسهم بشكل أكبر ولكن هذا كل ما سبق هو حقيقي وهي يعني هناك الكثير من تقارير دولية التي تشير لإلها ولكن أيضا يجب أن نميز وهذا الأشي اللي أنا بساهم فيه بشكل كبير أن نفرق ما بين الألم النفسي والمعاناة الاجتماعية والمرض النفسي من السهل إلقاء صفة المرض على الناس المتغلبين بحياتهم امرأة مضروبة في بيتها امرأة تعنف من قبل زوجها بتيجي بتعاني وبتشكي للطبيب النفسي هي ليست امرأة مريضة والتدخل هو ليس بإلقاء صفة المرض عليها أو تطبيبها الدوائي يعني الخصائي الاجتماعي يكفي في مثل هذه الحالة اللي إحنا بنقوله أنه دعونا نشير حقا للإشكالية الإشكالية هي في السياق الفلسطيني وليست في الأطفال الفلسطينيين وإلقاء صفة المرض على المرض النفسي على الفلسطينيين هي عم بتحيد عن الصواب لأنها عم بتقولنا أنه أوكي إذا نعطيهم أدوية إذا نعمل تدخلات علاجية ولكن نتباطأ في تغيير السياق الذي ينتج هذا الألم النفسي وهذه المعاناة النفسية فيجب أن نكون دقيقين في المصطلحات تبعتنا ونميز ما بين المعاناة والألم والمرض طيب دكتورة سماح جبر الحديث عاطف شيق معها سنتوقف مع هذا الفاصل وسنعود لنتحدث عن الطب النفسي خصوصا الطب النفسي والسياسة التكوين النفسي عند الأفراد وسنتحدث عن فلسطين كما سنتحدث عن عهد التميمي أيضا خليكم معنا